وإلى الأخبار السياسية ونبدأ اليوم من مصر حيث رفعت المعارضة لغتها التصعيدية بعد سحل متظاهر وتعريته أمام عدسات الكاميرا نتابع هذا التقرير من قناة بي بي سي العربية هذه المشاهد هي حديث الساعة بالنسبة للمصريين وربما لغيرهم من المهتمين بحقوق الإنسان في العالم بعد أن عرضتها القنوات العالمية الكبرى مواطن مصرية تعرض لضرب مبرح وسحل وتعريه من قبل قوات الأمن المصرية في محيط قصر اتحادية الرئاسي لا طبعا أنا ضد ضحو الإنسان ضد أي حد في الدنيا ومحدش في الدنيا خالص يرضى عن الحصر المبرح ومش دا ما نديش مبرر أن نحن أضحت ضغطه نحن نعمل حرقة زي دي ضد الإنسانية كلها ومحدش يرضى عن أي حد طبعا ضدها ضد أي اتخاذ قرار فيه عن في أي مواطن مصري مهما كان من بلطاجة الحرامة العرباجة لدكتور لمهندس لجميع فئات الشعب حتى الحيوانات حتى الطيور حتى النبات القوى والرموز السياسية في الحكم والمعارضة على حد سواء أبدت ردود فعلها إزاء هذه المشاهد وأحداث الأمس بشكل عام رئاسة المصرية جددت التزامها العميق بحماية حق المصريين في حرية التعبير والتجمع أما مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية فقد اعتبر في بيان أن ما حدث في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية أعمال إجرامية حركة الست أبيل استنكرت واقعة تعرية وسحل المواطن أمام قصر الاتحادية وقالت إنها بداية سقوط شرعية الرئيس جبهة الإنقاذ الوثنية المعارضة اعتبرت اعتداء وزارة الداخلية غير كاف وطالبت بإقالة وزير الداخلية بيان حزب المؤتمر الذي يرأسه عمرو موسى اعتبر الهجوم على قصر التحادية غير مبرر وأن مشاهد السحل والتعرية هي إهانة في حق المصريين وكان الأمس قد شهد مقتل شاب في القاهرة وإصابة 91 في مختلف أنحاء البلاد حسب بيان لوزارة الصحة أثناء الاحتجاجات العنيفة التي شهدت مصادمات بين قوات الأمن وجموع المحتجين الأزمة المصرية تناولتها معظم وسائل العلام العربية والأجنبية ونتابع هذا التقرير من قناة الميادين التي نقلت تدعيات عملية الاعتداء على المتظاهر المصري جبهة الإنقاذ الوطنية أكدت انحيازها الكاملة لمطالب الشعب المصري التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم ودعت المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري عمرو موسى القيادي بجبهة الإنقاذ طالب الجميع بالتوحد لإنقاذ مصري من الهاوية واصفا الوضع الحالي بالخطير للغاية محمد البردعي مؤسس حزب الدستور ومنصق عام جبهة الإنقاذ انتقد أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية ووصفها بالمخزية هشام قنديل رئيس الوزراء قال إن الحكومة وجميع القوى السياسية والأحزاب فشلوا في استعاب مطالب الشباب داعيا إلى التكاتف من أجل تحقيق أهدافهم الإخوان المصممون على أن لا يكون هناك حكومة إنقاذ وطني وللأمانة بعض الأطراف ترى أنه لا ضرور لحكومة إنقاذ وطني في اللحظة الهنة لكن لم يجب على سؤال كيف نضمن أن تقوم هذه الحكومة بإدارة عملية انتخابية سليمة لا الإخوان أجابه ولا غير الإخوان أجابه ممن حتى يرفضون فكرة حكومة الإنقاذ حالة من الفوضى تشهدها البلاد ومبادرات سياسية لا يستجيب لها الشارع وحالة التظاهر مستمرة مع تحميل السلطة المسئولية عن أحداث العنف التي تسود البلاد وفي الأزمة المصرية نتابع في عنوين صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم عنوانا عن موقف وزير الداخلية المصرية عن التطورات الأخيرة وما جاء فيه وزير الداخلية جهاز الشرطة يعمل لصالح المواطن وإذا نهار ستتحول مصر إلى دولة ميليشيات على موقع فيسبوك وعلى صفحة جريدة مصر يمكننا متابعة نتائج إحصاء قامت به الصحيفة لاستفتاء الناس عن رأيهم في الحل للأزمة القائمة في مصر بين احتمالات تنحي الرئيس أو استقالة الحكومة أو الضرب بيدا من حديد أو إجراء حوار فكانت النتيجة أن غالبية الذين شاركوا في الإجابة اختاروا تنحي محمد مرسي في حين نال الحوار الوطني أقل نسبة من الأصوات من بين الذين شاركوا في هذه العملية على الموقع وإلى الأزمة السورية التي شهدت اجتماعا في ميونيخ جمع للمرة الأولى وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف إلى رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أدى فاصيل في تقرير لقناة العربية الأنظار شاخصة إلى ما يمكن أن تأول إليه الاجتماعات الثنائية التي تعقد في ميونيخ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني فالعربية علمت بنباء إلغاء اجتماعا رباعي كان متوقعا بين رئيس الائتلاف السوري معاذ الخطيب ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف والمبعوث الأممي إلى سوريا لخضر الإبراهيمي اجتماعا كانت أهميته تكمن في محاولة التغلب على التباين الواضح بين موقفين واشنطن وموسكو حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة المقبلة فبايدن نقل عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقتناعه بضرورة أن يتقاعد الأسد الذي وصفه بالدكتاتور كما نقل عن أوباما توقعه بأن أياما صعبة مقبلة على الشعب السوري أما الموقف الروسي فمناقد تماما إذ اعتبر لفروف أنه لو تم تنفيذ وثيقة جونيف لأمكن تفادي المأساة الجارية في سوريا ورأى أن العمليات الجارية تقود إلى تعميم عدم الاستقرار وقد تبلغ درجة يصعب احتواؤها بالنسبة للممرات الإنسانية فإن أي استخدام للقوة لن يكون مقبولا شركاؤنا يتفقون معنا بأن أكبر تهديد في سوريا هو احتمالية حصول الثوار على هذه الأسلحة الكيميائية وتترافق هذه المواقف مع تجديد الخطيب دعوته لمحاورة النظام مشترطا في حال فشله قصف مواقع النظام بالطيران نحن سنبدأ بالكلام عن حل تفاوضي سلمي لرحيل النظام هذا أول شيء أما الإبراهيمي فطالب مجلس الأمن بتحديد أجندة تقود إلى حل سياسي للنزاع في سوريا قدمت تقريري إلى الدول الأعضاء وقلت لهم أنتم الملاذ الأخير وأنتم الجهة التي تتحمل مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأرجوكم أن تقوموا بواجبكم ووسط هذه الأجواء يبقى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية في مهب الريح من جهتها أعدت قناة الميادين تقريرا عن تسلسل الأحداث بالنسبة لأزمة السورية منذ عامين نتابع التقرير بعد نحو شهر تدخل الأزمة السورية عامها الثاني لا النظام سقط بل يقول إنه يتقدم على الأرض ولا المسلحون تراجعوا الأمر الأبرز الذي تغير وغير جزءا كبيرا من المعادلات هو ظهور جبهة النصرة وقلق الغرب منها حيث وضعتها واشنطن على لائحة المنظمات الإرهابية دوليا لا موسكو تراجعت ولا حصل تدخل عسكري ولا مجلس الأمن نجح في استخدام الفصل السابع ولا الدول الغربية الداعمة للمعارضة قبلت بإرسال أسلحة نوعية خشية وقوعها بيد متطرفين أو تكفريين وإيران رفعت مستوى كلامها إلى حد القول للميادين إن الأسد خط أحمر وأوباما تحدث عن انتهاء عصر التدخلات العسكرية وفرنسا وجدت نفسها متورطة في حرب غير معروفة النتائج ضد رجال القاعدة في مالي الأزمة السورية إذن أمام طريق مزدود وتزداد خطورة دفع هذا الأمر الجميع إلى التفكير بمخارج الرئيس بشار الأسد تحدث في خطابه الأخير عن مؤتمر للحوار الوطني وعن دستور ومثاق جديدين ومؤتمر جناف الأخير للمعارضة السورية بقيادة الدكتور هيثم منع دعا صراحة للتفاوض مع النظام وها هو معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض يحدث المفاجأة بقبول محاورة النظام وطلب الإفراج عن سجناء سياسيين وتجديد جوازات سفر السوريين في الخارج سبق ذلك تصريح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول بقاء وصمود الأسد على الأقل لبضعة أشهر والأخضر الإبراهيمي قال إن الأسد قد يصمد إلا أن شرعيته تضررت تلتقي هذه المواقف مع مبادرة جناف الدولية وتلتقي مع رغبة موسكو وواشنطن بالتوصل إلى تسوية سياسية في الشهر المقبل يلتقي الرئيسان أوباما وفلاديمير بوتين لابد من تمهيد الطريق لتفاهمات حول أزمات المنطقة من إيران إلى سوريا إلى الدرع الصاروخي وغيرها ثمت من يربط العدوان الإسرائيلية الأخير على سوريا بمحاولة إعاقة هكذا تفاهمات وليس بمجرد القلق من السلاح الكيميائي السوري هذا إن وجد مبدأ التسوية بات مقبولا إذن ولكن كما يقال دائما فإن الشيطان يكمن في التفاصيل لابد من اتفاق أمريكي روسي حول وضع الأسد في التسوية المقبلة فإما أن تتفق واشنطن وموسكو بشأنها أو أن الحرب في سوريا قد تطول والخطورة في الأمر أنه كل ملاحة أفق التسوية يزداد الخطر الأمني ذلك أن كل طرف يريد تحسين شروط وفي الأزمة السورية اخترنا لكم عنوانا من صحيفة الشرق الأوسط عن لقاء في ميونيخ وقد جاء فيه انفتاح روسي إيراني على الخطيب والغارات الإسرائيلية استهدفت أربع مواقع على موقع تويتر وتحديدا على صفحة العربية تابعنا خبرا عن مقال في الصحيفة صحيفة نيويورك تايمز ومفاده أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اقترحت على الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسليح المعارضة في إطار خطة شاملة لكن الرئيس الأمريكي رفضها ترجمة نانسي قنقر